كرسة على فكرة. كرسة. إحنا عندنا الأم لها منزلة مقدسة. مش في الإسلام. بس في معظم الديانات على فكرة. الإسلام لها حقوق عليك. وحق الأم على ابنها أو على أبنائها. ست حقوق أنا جمعته لكم. لكن هو كان فيه أكتر من كده. لأم لبعد الممات. لكن أنا حاولت أجمع ست حقوق دول. يحفظوا معايا كده أو اكتبوهم. أول حاجة حب الأم وتوقيرها في النفس. في النفس بس وفي القلب كمان. يعني ليه؟ لأن أحق الناس بحسن صحبتي. حديث أبو هرير ع رضي الله عنه قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء رجل. سيدنا هرير يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. ثلاثة أمك. وبعد كده أبوك في الآخر. وكاننا نحفظ الأولاد الزهارين الحديث دوت. يقول لك يا إنتي الأم بتشتم. إنتي ليه بتقولي أمك وأمشو إحنا بتقولي عيب ما تقوليش أمك وأبوك مامتك وباباك ما أنه لفظ عربي يعني طيب يبقى أول حاجة حب الحب من القلب وأنك أنت تحترمها طيب تاني حق الرعاية والقيام على شؤون الأم لو احتاجت الكلام ده قال تعالى وصلنا الإنسان بوالدي إحسان حملته أمه وقرها ووضعته وقرها يبقى إن أنا مأمور إن أنا أحسن إليها وإن أنا أرعاها لو هي احتاجت الأمر ده كمان حق الأب والأم مقدم على الجهاد في السبيل لا ولو تعرض مع الجهاد لا يقدم حقهم اللي هو الحديث بتاع سيدنا عبد الله بن عمر بن العاص لما قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين والدات أبوكم مكسحين قالوا نعم يعني ما ماتوش قالوا نعم صحين ألف فيهما فجاهد يلا روح جهاد عندهم تالت حاجة إن أنا مأزهمش أولا أنا أحط على سماعهم ما يكرههم وانتو خلفتونا من كل الله وإحنا كذا وأنا مش عامل وأنا مش مساول اللي بنسمعه بقى يعني الرصة الجميلة للإعلام فمش عايزة أقول إن هو يعني نجح في غرس الأمور دي أو الكلام والتشويح وقلة الأدب لا 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 وحاجة والكلام بسخرية حتى مش بتوقير إحنا مطالبين إن إحنا قوله وفعل نحترمهم فلا تقول لهم أف إن كان الله عز وجل حرم بس مجرد الهوى اللي طالع للوالدين فكيف بقى باللي بيقول كلام شديد ولا شتايم ولا اللي بيضربهم ولا يعزوا بالله ده أمر صعر رابح حاجة نفقة عليهم لو احتاجت فعلا الأم وما كانش لها زوج ينفق عليها أو الأب مات أو الزوج بينفقش عليها وغير من كافية لا يبقى على الأبن على الأولاد إن هم يطعموها الأبن يطعمها وده أصلا الصالحين كانوا بيتقربوا أصلا بحاجة زي كده أنه يطعموا أبأهم وأمهاتهم لهم محتاجين طيب عندي حديث حديث سيدنا مين سيدنا ابن عمر رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم خرج سلاسة يمشون فأصابهم ونطروا حديث التلاتة بتاع الغار فدخل غار في الجبل فاتحطت عليه الصخرة وتأفلت عليهم فالكل واحد يدعي بأفضل ما عنده فقال أحدهم اللهم إن كان لي أنا كان عندي يا رب أبوان شيخان كبيران وكنت أخرج للرعي وأجيب لهم اللبن الحلاب بتاع اللبن يعني فقد يأدي أبويا وأمي يشربوا ثم أسق الصبية وأهلي وإمرأتي فاحتبست ليلة أخر ليلة يعني فأبو أمه ناموا فكرهت أن أنا صحيهم من نوم والصبية يتضاهون بيفكوا بصوت كده ويعيطوا بصوت عند رجلي فلم يزل ذلك دأبي ودهوة حتى طلع الفجر سحبهم مشربوا اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاتفرج عن ما نحن فيه فاتفرجت السخرة ففرج الله عنهم الفكرة في إيه إنه آه شوف الطاعة عاملة إزاي وشوف التوقير خامس حق من الحقوق الطاعة والاقتمر بأمر أبوك وأمك ما لم يناقض شرع أتلمى بمعروف لكن لو أمر بشرع أو شرك فلا طاعة لمخلوق في معصية في معصية الخالق وأبقى فاهمي الكلام ده قال تعالى الآية قال تعالى وإن جهدك على أن تشرك بيه ما ليس لك بيه فلا تطعموا صاحبهم في الدنيا معروفة خلاص لا في حاجة فيها شركة ما تعهمش سادس حاجة اللي هو بعد الموت بعد الموت يسن قضاء اللي عليهم من كفرات أو دين التصدق لهم الحج والعمرة لهم الحديث بتاع ابن عباس لما رضي الله عنهما قال قال رسول الله جات امرأة من جهينة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن أمي نظرت أن تحج كتعايزة تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحجج عنها قال نعم حجج عنها ورأيت لو كان على أمك دين أكون تقاضيتي قالت له نعم أخذ ألا فقداء الله ودين الله أحقا أحق بالوفاء أو كما قال صلى الله عليه وسلم كمان بعد الموت يسن البر بصلة الناس اللي كانت الأم بتصلة أو الأب أو الأقارب أو الأصدقاء لحديث عبد الله بن عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أبر البر صلة الرجل أهل ودأ بيه بعد أن يولى بعد أن يموت إن أنا أزور أهلهم وصحبهم وهكذا طيب إحقوقك أنت بقى الأبناء على الأمهات القيام على الشأ وأنت طفل رضيعة دي الحضانة ودي الرعاية ودي الفطرة اللي ربنا فطرها الناس عليها وحق الرضاع وهكذا ننزي ربنا مخلق الخلق لحد دلوقتي ده أمر طبيعي قال الله عز وجل وقالت والوالدات يرضعن أولادهن حوليني كاملين من أرد أن يتم الرضاع وعلى المولود تكملت الآية تاني حاجة من حقوق حقوقك عليهم أنهم يربوك تربية صالحة ودي الأم مسؤولة عنها يوم القيامة أمام الله وقلكم رعاهم وقلكم مسؤولة عن رعاية هنا انا